السلام عليكم من اغرب القضايا اللي مرت علي الاسبوع الماضي قضية حصلت في الخليج لرجل خليجي منزوج وعنده اولاد هذا الرجل مقرود ومنحوس بشكل لا يصدق كل شهر لازم يحصل لح حادث مروري كل ما طلع مع زوجته وعياله يجي واحد وصدمه او يدخل فيه لفه ويجي واحد ويصدم فيهم وجه الوجه او يتوقف يعني لأي امر طارق يجي اللي خلفه ويصدم فيه اول مرة كان مع زوجته واصطدم فيه سيارة والزوجته ضربت في الزجاج الامامي لدرجة ان قطعة زجاج ادخلت فيه عينها اليمنى واصابتها بالعمى والثانية كانت فيها اصابات بسيطة وسحجات في الجبهة وكذا المهم ادخلت الزوج العناي المراكزة لكنها اطلعت مسكينة فاقدة احد العينين اللي عندها وسجل قضية وراحت السالفة بعد شهر شهر شوي ويصدم فيه سيارة وكان معاه ولده او كان رابط حزام الامان لكن الولد لا والولد يصطدم فيه الزجاج ويصاب فيه نزيف بالمخ ويدخلون العناية المركزة بين الحياة والموت والله نجاه سجل قضية يوم طالع مع زوجته وعياله كلهم توقف بشكل مفاجئ لأي سبب يعني ويجي واحد ويصطدم فيهم من الخلف بقوة صار وكلهم تسدهين او كسور وعياله كسور وزوجة المسكينة هذي اللي فاقدة واحدة من عيونه وحالة حالة رايح راد على المستشفيات على الكراجات يصلح سيارتي يبدل السيارة وضعه صار مأساوي والكل كان يستغرب هذا شفيه مسكين منحوس وصار حتى يخاف انه يركب السيارة المهم راحت الايام وجدت الايام وهذا الكلام في عام 2013 في اواخر السنة ويسوي حادث الحادث هالمرة كان حادث من ثلاث اطراف ثلاث سيارات سيارته وسيارتين غيرها قام واحد فيهم من هالاطراف الثلاثة واشتكى شكوى غير موضوع للحادث قال انا اتهم هذا الرجل بانه تعمد انه يقع الحادث من خلال تصرفاته في السيارة وكذا انا كنت اراقبة وكنت خلفه ولما اصطدم في السيارة اللي امامه انا اصطدمت فيه لاني من البداية وكنت اشوفه يعني لا يروح يميني يسار يحاول انا شاك فيه انا شاك انه هذا كان يحاول انه يتعمد انه يقع حادث مروري الشكوى هذي يعني الرجال الامس تغربوا يعني يعني انه اهو تعمد يسوي حادث ومع زوجته وعياله وكذا ما اقوله قال ايه انا انا شاك بالموضوع هذا لانا الامر ما كان طبيعي ما كان الحادث صدفة مستحيل عطاهم بعض الملاحظات وشاك فيه وكذا اهم رفعوا القضية وبدوا حققوهم مع الرجل اللي جابوا وقالوا تعالي با الرجل مش تكي عليك انك انت عمد تسوي الحادث قال يعني شون انا تعمد معاي زوجتي وعيالي وكذا قال اولا الله هذي شكو احنا لازم نحقق فيها المهم صاروا يبحثون ان هذا هل اذا كان فعلا متعمد يعني اكد كان يمارس هذه الشغلة يعني اكثر من مرة لما شيكو ولا فعلا هذا عنده عدة قضايا سابقة مشابهة لنفس الحادث لا المصيبة الاكبر والصدمة لما اكتشفوا ان هذا الرجل اللي دائما يتسبب في الحوادث او اللي دائما يتعرض للحوادث كان دائما يسجل وثيقة التأمين على الحياة والتأمين اللي هو يسمونه تأمين السيارات وكذا اذا حصل اي حادث او اي اصابات يتم تعويضه لما شيكو مع شركة التأمين ولا الحبيب شغال عليهم مضبوط شلون لما ارجعوا لانك صار شي سوي كل حادث وياخذ منه تأمين لما يتعرض للاصابات ويجيب التقارير وكذا وياخذ من شركة التأمين اللي يتأمن على حياته وتأمين على افراد اسرته مثلا اللي معاه في السيارة ويصلحوا للسيارة ويثمنونها له وكذا يروح بعد الحادث هذا يأمن في شركة ثانية علشان الشركة التأمين ما تشيك عليه تشوفه هذا مرتين ما اخذ تعويض يعني معقولة ايش تكون عليه فصار يتنقل من شركة التأمين الى اخرى وكان يتعمد باعترافاته كان يتعمد اذا يبسوي حادث ياخذ زوجته او ياخذ عياله لان زوجته في اول مرة وصيبت يصابات فادحة وصار فيها عاهة واستديمه في العين وعطوه تعويض قوي فما قدر ياخذها معاه بالحادث الثاني طبعا زوجته وعياله ما يدروش السالفة يحسبون ان ابوهم عبيض ولا ما يعرف يسوك لا اطلع هذا الحقير شغال حوادث ويتعمد انه يصابون في الحادث علشان ياخذ تعويض من التأمين وكان دائما يربط حزام الامان مالكم بطوي احالوه للتحقيق وحكموا عليه بالسجن 14 سنة وبعدين تم تخفيض الحكم واخذوا منها قامت الشركات كلها اللي داروا في الموضوع واستدعوهم كلهم ارفعوا قضايا علشان يستردون من عند المبالغ اللي اخذها كتعويض او كتصليح اه للسيارات لكن ما هي قصة الليلة انا اسف اصوف اصبحوا من حركة هذه لكن احب اعطيكم اكثر من قصة في فيديو واحد القصة يسولوا في ليها عميد كان مدير مركز شرطة في عام سبع وسبين في الاردن يقول كان عندنا عسكري هذا العسكري اه نعطيه سلاح في ذاك الوقت انه داما يحمل معاه سلاح نفس البندق وفي راس البندق فيها نفس الحربة والسكين وياخذه معاه دايما ويجي بدواما معاه سلاحها كان هذا النظام اول الان لا الاسلحة دايما الكبيرة يسلمها مركز عمل قبل لا يروح البيت اول لا هذي عهده عنده وخلاص وكان فيه وقت فراغه شي سوي يشتغل تكسي يعني حاط له سيارة يوقف فيها عند المطار السياح الناس المسافرة او واحد راجع البيت ومثلا وما عنده يوصله بيته من المطار ياخذه يوصله ذاك اليوم وكان فيه سبعة وسبعين وصل احد الركاب الي جاي من السعودية وهذا الشاب سعودي يدور تكسي ووقف لهذا تفضل تابعينا وصله قال ايه وين قال عبك توديني عمان في وسط عمان قال احياء كلا تفضل خذاو حاط شنطتها فيه صندوق السيارة ومشو فهي يجلس يسولف معاه تعرفون اصحاب التكاسي ستين في المئة او سبعين في المئة يدورون سوالف واصحاب التكاسي انا ما بيعلم عليهم لكن اخطر اخطر وسيلة لاستدراج الضحايا في العالم سانفة التكسي خلك منتبه الان احنا في عام الفين وثين وعشرين المفترض انك ما تاخذ تكسي العابر او تكسي الجوال هذا اللي بالشارع هذا لا ابدا لا تاخذه ابدا الان في تطبيق تحجز يوصلك وهذا التطبيق وهو مسؤول عن السواق او عن طريق مكتب او عن طريق يعني تكسي تحت الطلب او تكاسي المطار في تكاسي هذول مصرح لهم والمطار نفسه يعرفهم وما اخذ بيناتهم ويعرف يعني ما اخذ منهم يعني سجل السوابق وانهم ناس ما عندهم اي قضايا هذا يعني تعتمد عليه وما تخاف منه اما تكسي الجوال او اللي بالشارع او اللي يوقف لك يقول لك تعال وانت تدور رخصه وتروح تركب معاه ويرتكف فيك جريمة ايا كانت انت قاعد توصل نفسك الى التهلكة انتبه ليش انا ما اقول لك فقط ان هذا مثلا ممكن يقتلك لا او يخطفك لا هذا ممكن يحطلك بلا ممكن يعطيك شيء يعني يخليك تتعاطى ولا يرش عليك مادة مثلا هذا ممكن يوديك الى مكان موجود فيه عصابات ويسلمك لهم ينصب عليك يوديك فندق كله حرامية هذا ممكن يضيعك يضيع يعني فهمتوا شون فاعتمد دائما على التكسي اللي يكون معروف عند الجهة اللي انت تاخذ منه من المطار تكاسي المطار تبيه يوصلك للبيت عندك تطبيق عندك تصل تريفون على الاقل الشركة اللي انت تاخذ منه التكسي تكون ايه المسؤولة عنه مالكن بالطويلة هذا قال يلا حياك حياك جلس يشولت محاها ها انت من السعودية قال ينعم حياك الله يا مرحبا وكذا شعندك في الاردن وهني الخطأ انك تفتح قلبك حق صعب التكسي او حتى حق الحلاق انتبه او مات الصالونة هاي شو تصالونة لا تفتحي لها قلبك اللي تقولي لها ترى يوصل انا بعطك مياه هاش كذا قام يسولف حق رأى التكسي والله انا عندي فلوس وجايب اشتري لي قطعة ارض وانا سمعت انه كذا والاراضي رخيصة وفي فرصة للتجارة وكذا يسولف معاه وانا دايما اجي هنا واشتري مرات سيارة واجيبها للمملكة ومنها السؤال او يطمع فيه المهم وياخذه الى احد الطرق الفاضية طبعا في سبع وسبعين ما هي مثل الان عمان الان ما شاء الله في كل مكان تشوفه كاميرات دوريات ناس بشر محلات مجمعات فيه زمان لا طرق فاضية يعني تحوفك يمينك ويسارك الاشجار وانا اذكر يعني انا رايح لها يعني على فترات يعني مو متغيرة يعني مو نفس الان او ياخته الى احد الطرق ما في احد وقالا شوي بس انزل بعد ذلك بروح يعني نداء الطبيعة قال اوكي نزل وهو راجع فتح صندوق السيارة طلع سلاحه ويجيه من ورا يفتح الباب او يطلق عليها النار او يقتله او يسحب جثته ويدفنها ويسرق الشنطة اللي عنده واغراضه ومعاه فلوس فعلا ويروحه ولا كأنه صحيل شي غنيمة كانت سهلة جدا جدا ولا احد انتبه ولا احد يدري بالموضوع ولا في شوها المهم وتروح الايام وتجي له هذا الولد الشاب السعودي ان قتل من عائلة معروفة وعنده عيال عام مو جماعتك يعني كثار وكذا وناس ما هي هينا يعني بعد ما فقدوا ولدهم صاروا يبحثون ويدورون يدون انه رايح الاردن لكن انقاطعت صلاته واخباره قاموا يجون للاردن يدورون عليه اعفسه والاردن عفاس ما خلوا مكان القبيلة كلها تمشى من المطار للمستشفيات انشره وصوره والعالم كلها تسمع فيه ويبحثوا معاهم رجال الام بدون اي فايدة يدرون انه وصل ودخل فعلا الى الاردن لكن وين راح ما يدرون المهم المجرم دائما اذا ما تم القاء القبض عليه من اول جريمة يتماده يتماده ويصدق نفسه ويحس انه اهو ذكي وفطن ويقدر انه يعني يهرب بسهولة من اعين رجال الامن فيتجرى انه يرتكب جريمة اخرى وفعلا هذا استمر وهو اصلا رجل امن ويعرف الوضع ولم تحصل جريمة اهو يرتكبها توصل له الاخبار وما حد يشيك فيها فصار يستمر كل يوم الثاني يخطف لواحد من المطار يخطف لواحد مثلا من مدينة المدينة يبيروح من منطقة المنطقة ياخذ العجوز ياخذ ذهباته ويرميها بالشارع او هذا شقال عليهم وتجي البلاغات لكن ابدا محد قدر انه يكشف هويته الى ان جاء يوم من الايام هذا كان معاه واحد من اصدقائه كذلك الصديق هذا صديق من حرف يعني وهم اصدقاء تعاطي واصدقاء خراب وسرقات ونصب صاروا يمشون مع بعض بهالموضوع يوم الايام ويشوفون شاب يتمش بسيارته مع خطيبته الكلام هذا يعني قولوا ثمان وسبعين ثمان وسبعين يوم شافوه يتمشون وراه قال له ايش رايك اذا وقفوا قولوا لنا شافوهم رايحين الى طريق زراعي ما هو طريق الى المدينة قال هذول يدورون لهم مكان هدوا عشان ياخذون راحتهم يسولون لهم جور ومنسي اذا وصلوا انطيح عليهم قال له اوكي واذا طحنا عليهم نخطف البنت من الولد قال له يلا اكيد اكيد قال له هم يتمشون وراهم ينتظرون لين فعلا هذا خداه الى احد المزارع كبير وكذا مكان يعني وما شاء الله الاردن كلها كلها اشجار وكلها نباتات وحدائق ومزارع المو شاف لهم مكان حلو على طلة الجبل وفرش اوهو خطيبته وحط الاكل والحلويات وجلس يعني مسوي نفسها يعني هايدي مع اش اسمه المو اشوي ولا جايهم الى العسكري طبعا العسكري يلبس مدني او ينزل لهم بالاسلاح ويحط الاسلاح على راس الولد قال له ولا كلمة ويجي صاحبه ويربطه والبن دخيلك دخيلك الله يخلي قال له ولا كلمة يوم ربطوا الولد تربيطه محترمه او ياخذونه ويحطونه في صندوق السيارة والثاني ماسك البنت يوم خلاص سيطروا على الولد ويرجعون حق البنت علشان يقدرون يسيطرون عليها مضبوط قاموا واربطوا ايدينها لفوق على شجارة وصاروا يعني ينزعوا لها ملابسها والبنت تصرخ وتحول وكذا قام جاب لها الاسلاح والاسلاح في راس الاسلاح انا اقول لكم الحربة او السكين هذي وجاب السكين حطها قريب من وجه البنت قالها والله اذا بتصرخي ولا بتعلي صوتك رح اشوهك بالسكين هذي وتقوم البنت على غفلة او تضرب السلاح تضربه برجلها يعني انت بتوقر عن وجهها يعني وهذا السلاح طويل وراس الحربة اللي هو السكين هذي حاطه على وجهها وتقوم وهي ترفس السلاح او تضرب السكين وجه العسكري هذا اضربته وين؟ اضربته على امثة وعلى شفته وتسوي فيه جرح قطعي ابن اخته خلتها ينزف ويطيح على الارض يصرخ يصرخ وصاحبه يجي يضرب البنت طرف السلاح يضربها على راسها لين اغم عليها؟ خلاص اعتقد انها ماتت لانها ضربها ضربات قوية جدا على راسها وخذ صاحبه العسكري وطار فيه للمستشفى دخلوه وكذا ورجع مرة ثانية للسيارة يوم فتح صندوق السيارة ولا الولد هذا مختنق وميت حاكرين اصال حين كم ساعة ورايح فيه للمستشفى وراد وبعدين تذكره ولا ميت ويروح ويرميه عند احد الوديان في الاطراف عمان ويتخلص منه المهم هذاك العسكري شفيك وش غصتك شنو هالجار حيسلونا في المستشفى قال لا والله كنا احنا نصيد وكذا وانا سحبت السلاح كذي بالغلط وسلاح فيها السكن وضربت نفسي على انفي سووا العمليات وعلى انفه وعلى شفته المام اعثروا بعدين على جثة الولد في احد الاودية لكن ما عرفوا شنو القصة البنت هلهم بلغين عن فقدانهم اعثروا عليها بعد يومين ولا البنت الى الان ما زالت على قيد الحياة رغم انها معلقة صالها يومين على الشجرة رب العالمين كتب له عمر شافها واحد معلقة المهم يوم جاء ولا لحين فيها روح وياخذه ويطير فيها المستشفى ادخلت للعناية المركزة اللي مدة ثلاثة اسابيع الى انصحت وبعدين سألوها وانتي منو شنو قصة تجو كذا او قالت لما انا كنت مع خطيبي خطيبي اسما فلان فلاني ايش يكون عليه ولا هذا اللي يلقوا جثته قبل كم يوم ايه وبعدين قالت جاءنا واحد نزل علينا وعنده سيارة من نوع كذا ومعاه سلاح وصفت الاسلاح الاسلاح هذا دائما يستخدمونه رجال الامن اللي هو السلاح الطويل هذا البندق وفوقه السكين وقالت انه حط الاسلاح على وجهي وانا رفزته وضربته وسويت له جرح قطعي بالانف وقالتاني انه سويت له جرح ضرب انفه وشفته وصار ينزف دم وطاح على الارض هذا اللي شفته لانه صاحبه اخذ الاسلاح وضربني على راسي وهني ما حسيت بشي اللي ماسك القضية منه العميد اللي يسولف لي يقول لي انا يوم قالت لي انه اصيب بجرح قطعي بالانف والشفة كتبنا هالملاحظات وانا انا على طول يوم قالت الاسلاح في حربة وكذا قلت المشتبه في هذا لا بد انه يكون رجل يحمل سلاح يعني سلاح امني يعني خاص برجال الامن يقول رجعت لي المركز وطلبت من الجنائية وانا بباحث انه يبحثون في بعد ما عطيتهم اللي اللي توصلنا له يقول ولا داخل علي العسكرية هذا غايب صال لكم يوم ها وين كنت عسى ما شر صال لك فترة غايب يا والله انا كنت تعبان وكذا ومريض وصار فيني جرح يقول ولا الجرح بالانف والشفة يقول اول ما شفته يقول سبحان الله شلون الرب العالمين يربط الاحداث عشان يكشف او ياخذ حق الضحايا المساكين هيق الوطال قلت لها شلون اصبتين قال بالاسلاح مالي بالاذا قال شلون قال بالاسلاح السكين هذي على على الاسلاح سحبته تجذي بالغلط وضربت نفسي على الانف والشفة اه زين الحمدلله على السلام ويديق على الجنائي قال تعالوا هذا المجرم شون قال لي نعم البنت تقول ضارب نفسها بالاسلاح ايه اللي رفزت الاسلاح وضرب نفسه والحبيبي يقول انا جرحت نفسي في احد يسحب الاسلاح ويضرب نفسه بالحربة بالسكين على وجهه بهالقوة هذي مستحيل يعني لو بالغلاط ممكن تسبب جروح سطحية حق نفسك انت ماسك الاسلاح اما انك تضرب نفسك بهالضربة هذي هذي من السابع المسلاحات وهذي اصلا المواصفات اللي ادلت فيها البنت يوم جابه البنت اول ما شافت قالتين عم هذا اهو ويحلونه للمحاكمة طبعا اعترف اهو من نفسه عن القضايا اللي ارتكبها كان من بينها منه غضية الشاب السعودي اللي اخذ من المطار واقتله وخذ فلوسه مالكم بطوي اللي حكموا عليه بالاعدام وهو وشريكه صاحب الثاني رغم ان هذاك ما كان مشترك معاه في اول قضية لكن مشترك في القضايا الاخرى او تم فعلا اعدامهم في عام الف وتسعمية وثمانين وهذي كانت نهاية صرفتنا بعمل الله مع السلامة اللي اشتركوا في القناة